السلام عليكم ورحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير انتم تشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر ولا اعجبكم لا تنسوا شاركوا في القناة ولا تنسوا لي اشتركوا في القناة الله يجزيكم بخير سنجدوا احد الوجبة التي تكون سهلة كنديروا في الفران وكنديروها بالبطاطة كتجي روعة روعة حسن لما تنقلوها وغير تابعوا معي الفيديو حتى الاخر سوف نتبهها بشكل كبير يجب أن تكون رائع و يجب أن تكون خفيف فوز وينة سوف نقطع البطاطة كاملة و نعودها في الغسيل و نرقدها في الماء سوف نقسم 11 دقائق و نقسم هذا النشا و نضع الصنك ثم نغسلها و نشف نضح العيناء و نضع الصنك ثم نضع الصنك نرسل معلقة نضيف سكين جبير نضيف الملحة حسب الطوق نضيف المعلقة للطحين نضيف القرماشة نضيف زيتون نضيف المعلقة نضيف البطاطا نخرج المعلقة أفضل نضيف الفرانه تمضيف الملحة دهان نضيفت على مٹ نضيف الصم kontroll تزيد القرمشة وننشفة ونشعلها من فوق ومن تحت ونجعلها على 200 درجة سوف نضيف الكيمياء القصبر المعدنوس ونقطع القصبر المعدنوس ونقطع مكرقاق ونقوم بتمديمه ونقوم بتمديمه ونقوم بجميع العجرات قصبر المعدنوس ونقطع من مرنس نقوم بجميع العجرات ونحتاج الاجرات نستمر عليهم حتى نكمل هذا التويمة سوف نضيف فيه ثومة و نضيف فيها القصبر و المعدنوس نضيف 1-4 كس نضيف الزيت البلدية و نضيف الملحة نضيف ملحة بالطوق نضيف قصب ريابس و نضيف البابريكا و نضيف خرقوم نضيف سكينجبير و نضيف الزيت نضيف الزيت و نضيف خرق بطانب نضيف ملحة و نضيف التحدي نضيف ملحة و نضيف الدجاج و نضيف ملحة نضيف الملحة و نضيف الدجاج ثم نغسلها بالماء والحامض ونشرحها كبيرة كبيرة ونشرحها لكي يدخلها الطيب ونقوم بموجة نوحات ونختم بيدي لكي نفرق بحال صدر الدجاج يشرب العطرية لديها جدا ونقوم بحالة لديها جدا لديها حديثة لديها حديثة لديها حالة لديها صحية نقوم بحالة الوضع نقوم بحالة نقطع هذه الحبة كاملة نستمر الى حتى نكملها نضع الأناء نضع الأناء نضع الأناء نضع الأناء سوف نضع لطا أو الشيحة التي تدخلها كالفران سوف نضع صدير تجاج بعد أن تبقى جيدا وخليته حتى تشرب العطايرية سوف نضع جنوح سوف نضع جنوح سوف نضع جنوح سوف نضع الأوكلا باللد منجم الآكلا نضع جنوح سوف نضع جنوح سوف نضع جوانب سوف نضع عطاة من الجوانب يجب أن يكون موجوداً يجب أن يكون القرعة نزيد ليمون حامض 1.5 حامضة وزيته 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 الزبدة وزيته في الماء نغطيه لكي لا تحرق لأنه فيها القصفر المعدنوس سوف ننبس المول ننبسها بطبي أليمنيوم من فوق وندخل الفران 240 دراجة نجعله 21 دقيقة لا نحل حتى نحسب عليه إذا كانت فيه البلول نجعله قليلاً نعرق عليه إذا لقيته هو هدك صافي رأيك يكون موجود هو هدك هنا لقيت فيه البلول خليت 11 دقيقة حليت عليه صافيه ونشف وتتحمر الغريعة تتحمرات الغريعة تتحمرات الغريعة تتحمرات بلابة نقليوها ثم شفتو رأيها طائبة من الداخل جداً ونقرم شها هكه ومن بره صافي ونضعه في طبق التقليم نضع المريق على هذا الوقت يجاب شوية مرق كتبقى تلك زويته كتبقى لتحت ونوجده بصحة وراحة وأحسن أكلها هي كتدروها بحركة الفران كتكون صحية وكن نقول لكم بصحة وراحة وما تنسوش لي تعليق جميل ما تنسوش لي لايك الله يجزيكم بخير وقد نخليكم مع الصوار نوجد معكم طبق تقليب ونقول لكم بصحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا